أهلا وسهلا فيكم من جديد ومستمرين معكم بيوم جديد بتعرفوا في مرات بعض الضيوف اللي بتكون معنا بالستوديو قد ما بتبحث عنها أو قد ما بدك تحاول تكتب مقدمة عن ضيفك بيكون الاسم هو لحاله بيعرف عن ضيفك فاليوم اسمحونا نرحب بالفنان والمخرج والمنتج الإماراتي حبيب غلوم نحكي عن مهرجان الأردن الإعلام العربي ونحكي أيضا عن الإعلام ونحكي عن الفن والفنانين أهلا وسهلا فيك ومرحبا فيك بالأردن يا حياكم الله نحن في بلدنا ونعتز دائما أن نكون موجودين على أرض النشامة أهلا وسهلا فيك دكتور حبيبو بداية بدنا نحكي أكيد عن هذا المهرجان وأهمية المشاركة فيه يعني أنا صلي أكثر من أربع عقود في المجال يعني من 79 إلى اليوم تقريبا 42 سنة فالمثلي لما يكرم في مكان بالذات خارج بلده يعني يحس أنه أولا يعني فيه تقدير وهذا يطمننا إحنا كجيل سابق شوي أن اللي قاعدنا عمله محل تقدير وإهتمام لذلك هذا يعطينا دافع لنا ويعطي دافع أيضا للشباب المشتغلين اليوم في المجال الثقافي والفني يمكن أن تعرفين في الإمارات يعني الحياة الثقافية والفنية حديثة قياسا لدول كثيرة بحكم حداثة الدولة نفسها وإحنا دائما هذا رهاننا على شبابنا شبابنا يشوفوننا إحنا إذا إحنا كنا في محل تقدير فهذا يعطيهم دافع ودعم كبير للاستمرارية والإنتاج وهذا الأهم في مسيرتنا إحنا أن نعطي نسلم الراية لشبابنا ونخليهم أيضا متدفقين في هذه الحياة بذات الحياة الفنية مهرجان الأردن الإعلام العربي هذا العام خاص القدس بهذه الدورة قدش كان لها انعكاس كعلى الإعلاميين والفنانين وهي قضية القدس لا تغيب عنها كعرب ونحنا كمان كأردنيين شوفي أنا أول مرة أقف على بسرح الدولة وقفت في أوبريت وقدسة سنة 79 أنا بدأت حياة الفنية باسم القدس ويمكن أنا من القلالة وأكثر واحد اشتغل للقضية الفلسطينية أنا يوم صارت قضية محمد الدرة الله يرحمه أنا جبت كل فنانين للإمارات مواطنين ومقيمين وجمعتهم في مكان معين بمبادرة مني شخصية وأسميت أو جبت بعض القصائد العربية ومنها تركيز على قصائد محمود دروي إن شاء الله يرحمه الله يرحمه وأسميت الأوبريت بدل من نقول محمد الدرة وعندنا اسم آخر لو زهرت المدائن سميت الأوبريت درة المدائن يعني أخذت اسم الدرة وأخذت المدائن فسمينا الأوبريت وشاركنا بكل حب في هذا الأوبريت أنا أول واحد اشتغل لجبعية النهضة النسائية الفلسطينية وقدمت مسرحية بعنوان أم الشهيد يعني أنا متدفق مع هذه القضية لأن هذه قضيتنا صحيح الآن تتماوج بعض الأمور من هنا وهناك والسياسة أيضا لها أصحاب نحن لا نتحدث عن السياسي نحن لا نتحدث عن السياسي لكن أنا أتكلم بشكل خاص كإنسان وفنان نعم نحن هذه قضيتنا نعم وأكيد إن شاء الله يعني في النهاية الحق سينتصر صحيح هذا أمننا في الحياة أكيد طبعا طيب دكتور حبيب دائما إحنا لن نعمل مؤتمر أو ورشة عمل دائما نركز على مخرجات هذا المؤتمر أو مخرجات الاستضافة شو المخرجات اللي عم تشتغلوا عليها من خلال هذا المؤتمر يعني شوفي أنا طبعا موجود كضيف نعم الآن المخرجات هذه على يعني مسؤولية المشرفين على هذا المؤتمر المشرفين طبعا ممكن هم يستفيدون من مخرجات هذا المؤتمر أو لا نصحيح نحن عارفين نحن في يعني هذه المجتمعات وفي ذات مجتمعاتنا العربية دائما وأبدا التوصيات والمخرجات تبقى حبيسة الأدراء نعم وهذه كارثة موجودة في كل العالم العربي لم يكن في العالم كله صحيح لأن مشكلتها في المجال الإعلامي والثقافي نحن دائما نقول وأنا بحكم أني كنت مدير الثقافة في يوم الأيام ومستشار الثقافي نحن نقول الثقافة محرقة يعني كل شيء يجيب لك فلوس إلا ثقافتك صحيح هذا شيء واقع الثقافة أنا أقول أسميها الثقافية والأخلاقية والاجتماعية والعقائدية هذه أنت لازم تحفظين عليها عشان تحفظين عليها لازم تصرفين عليها ويمكن نحن عندنا نموذج ويد مهم في الإمارات تحديدا وهذا معروف على مستوى الوطن كله في الشارقة الشارقة وحاكم الشارقة يصرف من حر ماله على الثقافة والفنون والآدات لذلك الشارقة بالنسبة لها كإماراتيين وكعرب اليوم هي مسألة مختلفة قياسا لكل مع الاحترام وتقدير كل العواصم العربية دكتور حبيب نحن نرى الإعلام والفن لا بدنا نمرر رسالة مهمة نمررها من خلال الفن والإعلام لأنها ترسخ أكثر بين الناس اليوم نرى السوشال ميديا تتحيز كبير رسولنا الرسائل نمررها من خلال السوشال ميديا هل السوشال ميديا أخذت دور الإعلام والفن ولا هي دور متكامل وتشاركي مع هذا الثالث خلينا نسميه هل بتزعلوا مني؟ لا ما رحبت لك يعني هو السوشال ميديا أخذ دور الإعلام نعم صحيح بس هو خدمنا كفنانين أكيد ما أخذ دورنا ما يقدر السوشال ميديا يأخذ دورنا بالعكس قاعد يخدمنا بشكل غير عادي نحن كفنانين نحط لقطة من مسلسل الناس كلها تتابع المسلسل وتعرف ودعايب بلاش صار لنا لكن هل هو خذ دور الإعلام؟ أنا أتصور نعم أخذ يعني جمهور التلفزيون بشكل كبير اليوم أنا أتكلم على مستوى أولادي ما لم أي علاقة بالتلفزيون يمكن في البيت عندنا ثلاثة أربعة تلفزيونات ما أعتقد أنهم يفتحوها أصلا ما لم علاقة بالتلفزيون إلا إذا بابا طالع في مسلسل أو أن يشوفون مسلسل مختلف مسلسل كوري مسلسل تركي يسمعوا عنه أو يشوفوه في السوشال ميديا يعني صار التلفزيون شاشة فقط شاشة عرض يشوفوه في السوشال ميديا شون اللي موجود شون اللي ضارب يروحوا يفتحوا علشان فقط أنه شاشة التلفزيون أكبر من الشاشة بصحيح يعني هذه كارثة أولا أتصور أنه الإشكالية تقع على يعني المؤسسات الإعلامية على مستوى الوطن شو لازم تعمل حتى تطور من حالها أو شو لازم تعمل حتى تسابق السوشال ميديا تسابق أولا تؤمن بأنه الإعلام بحرقة وأنه تصرف ثم تصرف ثم تصرف للإبقاء على هذا الإرث الإعلامي الموجود سواء في الأردن أو في الإمارات أو في أي مكان لا نستثني أي دولة عربية لأنه يعني الدعم أنا أتصور أنه قليل اليوم كل الدول تسابق الزمن في مجالات اقتصادية اقتصادية وتنموية أخرى بعيدا هي كلها اقتصاد ومال بعيدا عن الميديا بعيدا عن كل شيء لا علاقة بالحس بتنمية الإنسان اللهم طبعا وزارة التربية والتعليم في كل الدول العربية أكيد ما أخذه مجال يعني أكبر بحكم طبعا يعني هذا تعليم نعم لكن أنا أتمنى على كل الدول وبالأساس دولتي أنا الاهتمام بشكل أكبر بالمجال الإعلامي والثقافي والأدبي لأن هذه الأشياء تنمي الروح تنمي الإنسان طبعا وإحنا قياداتنا والله الحمد في كل مكان صحيح سواء كان في الإمارات أو في الأردن أو في أي مكان أول ما يطلع رئيس أي دول يقول الإنسان والمواطن صحيح لكن مع الأسف المسؤولين اللي تحت مش مدركين لخطورة هذه المسألة أو ما يفكرون على الأقل ليش هذا الحاكم أو هذا الرئيس يؤكد دائما على الإنسان الإنسان اليوم أخطر يعني شيء موجود في التكوين المجتمعي هذا الإنسان عقلية واحدة ممكن تحرك الدنيا كلها لذلك الاهتمام وكسب انتماءها مهم في أي مكان أنا أتصوح يعني دكتور حبيب إحنا لما نحكي عن التطور والأجهزة الذكية والسوشال ميديا إحنا المفروض نواكب ونطور ما نحن عليه لما نقدر نحكي أن السوشال ميديا ستلغي الإعلام كشاشة التلفزيون بس يمكن يتحول نشاطنا أكثر تأقلما مع الأشياء اللي إحنا نمرأ فيها من خلال كل المناصب اللي شغلتها بوزارة الثقافة بالإعلام اليوم أدي مهم على الشباب الإعلاميين الفتيين أنهم يحضروا مثل هذه مثل هيك مؤتمرات أو مشاركات فعلية على أرض الواقع عشان ينموا قدراتهم وينموا حتى أفكارهم هذه ما لها حل ما لها حل خلصنا أنه الشباب شوفهم خلينا واقعي يعني إحنا يعني شايفين بنعمل أشياء كثيرة ندوات كثيرة جلسات فكرية مهمة عميقة جدا لكن مع الأسف يعني سوري يعني أمس كان فيه ناس يعني يتكلمون عن موضوع القدس فيه ندوة مفتوحة مع الأسف كل جمهور اللي كان موجود وحاضر الافتتاح وحق التصوير كلهم مشوا يعني قد يكون بينهم يعني يعني فلسطينيين يعني ما كان فيه حد في الصالة إلا لضيوف الكم ضيف اللي كانوا موجودين يعني ما فيه اهتمام ما فيه الدور على مين أو المسؤولية على المتقال الدور على الإنسان نفسه صحيح نعم على الإنسان إذا هو مهتم بقضيته أو لا انسي الحين هذا إماراتي أو هذا سعود الفلسطيني نفسه عليه أنه يعني يحرك أولا يكون عنده هذا الإيمان بمستقبل مشرق إن شاء الله ويخلي عياله طبعا أكيد فيه كثير منهم أنا أتكلم عن النسبة اللي كانوا موجودين أمس في الافتتاح معظمهم يعني أنا استغربت وكننا أتكلم أنا معي الفنان السعودي يوسف الجراح كنت نشوف ورانا ما فيه إلا الطاولات الطاولات الرئيسية اللي هو كنا موجودين في الأمام كل شيء وراء راح يعني إذا ما يكون فيه وازع من الداخل من الداخل لأي أن كان فلسطيني إماراتي أردني بس دكتور حبيب خليني هون أوقفك شوي بهذه النقطة هل العائلة إلها دور يعني أنا اليوم باهتم بكل التفاصيل خلال مسيرتي المهنية وبرسخ ما لدي لأطفالي اليوم أنت مهتم بهذه القضية أو بالمشاركة لأنها بتضيف لك وأكيد أنت كمان بتضيف لها هل إلنا دور كأهالي لأبناءنا الطلاب لتوجيههم أو حتى لفت انتباههم للقضايا اللي بتهمنا نعتبره جزء من تعليمنا اليوم التعليم لما نناقش فأيده ولا عن التعليم يقول منه له دور نقول العائلة نقول المؤسسة المعنية بالتعليم نقول يعني الكل الإعلام له دور حتى في المجالات الأخرى يعني صحيح إحنا قضاياننا يجب أن تدرس صحيح هذه المشكلة أنه هذه القضايا غير موجودة في مناهجنا أنا ما بعرف عن المنهج هنا في الأردن موجودة إذا موجودة فنأكد عليها صحيح يعني لازم إحنا دائما مع الأسف أيضا في دولنا العربية نتعامل مع الإعلام والثقافة على أنه الشيء هامشي يعني مثلا في الجامعات نجيب أساتذة غير متخصصين لتدريس هذه المادة هذه إشكالية نجيب واحد لما نقول أنه ندوة معينة يعني أنا بالفعل مبارح الندوة كانت عميقة جدا عن القدس وتعرفي أنت رح تفهمي يعني إحنا ياما قرينا اللي في عمرنا وإحنا مقاربين الستين اللي في عمرنا عايشنا الله يسلمك عايشنا فترة طويلة من هذه المسألة بعد كانت فيه معلومات مهمة يعني التحليل كثير مهم إذا الواحد يجلس ويكون عنده وازع من الداخل للاستفادة أنا أتصور الكل يستفيد دكتور حبيب نحن قديش كنا نشاهد التعاون العربي بالإعلام وأيضا بإنتاج المسلسلات والأفلام اليوم نشوف فيه تراجع لإعلام يكون مشترك بين الدول العربية ولكن نشوف هلها كمان فيه تجربة ناجحة جدا هو بيت للكل بتجربة مشتركة بين التلفزيون الأردني والمصري والعراقي والفلسطيني بدنا نشوف كمان هناك العديد من الإنتاجات المشتركة وين هذه الإنتاجات لماذا اختفت إن كانت إعلاميا وفنيا أنا أضم صوتي لك وأسأل نفس السؤال لأني أنا مش في محل يعني مسؤولية على هذا الموضوع أنا أتمنى كما أنتوا تتمنون أن يكون فعلا في تعاون وأنا أتصور أنه لما مصر تقف هذا الموقف بمواقفها العروبية نعم من زمن طويل فأداعمين بصراحة اللي يتابع يعني المسيرة مسيرة السياسية في مصر بشكل عام يشوفهم كثيرهم مساندين وداعمين حتى وإن يعني أحيانا تتماوج الظروف السياسية بين فترة والثانية وهذا يعني طبيعي هذا طبيعي كل دولة من حقها هي تبحث عن يعني ما يتوائم مع استراتيجياتها هذه مسألة مهمة صحيح فهذا الموضوع كثير مهم نتمنى أنه هذا يصير ونحن اليوم في المجال الثقافي نحاول قدر المستطاع أو في المجال الفني أن نعمل هذا الشيء عشان تشوفون بعض الأعمال المشتركة التي فعلا لها يعني تفرح أنه في لهجات مختلفة موجودة في عمل واحد بدنا نشكرك دكتور حبيب يعني على هذا اللقاء وهذه المعلومات نتمنى لك كل التوفيق وتحياتنا وشكرنا لكل الدول العربية المشاركة في هذا المهرجان كل التوفيق وإلى لقاء شكرا لإلك شكرا للمشاهدة